إبراهيم العبدالي ينضم إلينا من ترابلوس الغرب العاصمة الليبية أهلا بك إبراهيم إذن هذه المبادرة ليست بالشديدة كان هناك مبادرات المبعوث الأممي لتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والآن العسكرية ما هي آخر ردود الفعل؟ وهل فعلا هذه المبادرة واقعية يمكن أن تنفذ؟ نعم هندي حقيقة زيارة عبدالله باتيلي إلى السودان جاءت بعد اجتماع قبل بضعة أيام في العاصمة طرابلوس جمع اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 والقيادات الأمنية والعسكرية في الغرب والشرق الليبي هنا في العاصمة طرابلوس هذه الزيارة جاءت بعد هذا الاجتماع المهم والكبير باتيلي يتجه إلى الدول جنوب ليبيا وهي ربما الدول الأهم إذا ما تحدثنا عن الجانب الأمني لأن ليبيا ترتبط مع نيجر وشاد والسودان بهذه الحدود وأيضا الحركات المسلحة بهذه الدول كان لها دور حقيقة في الاشتباكات أو في الحروب التي دارت في ليبيا في السنوات الماضية ونظرا للوضع الهش الذي تعيشه ليبيا وخاصة في منطقة الجنوب من الناحية الأمنية فباتيلي الآن يحاول أن يحصل على مساندة من هذه الدول في تأمين الحدود حتى يستطيع العمل واستكمال الاتفاقات التي تمت في العاصمة طرابلوس ومن قبلها أيضا كان هناك اجتماع في تونس بهذا الخصوص الاجتماع الأخير الذي كان في العاصمة طرابلوس هنا تم الاتفاق فيه على مسألة الذهاب نحو توحيد المؤسسة العسكرية بداية بتشكيل قوة أمنية داخلية تتجه هذه القوة مبدئيا ناحية الجنوب لأكثر من غرض أولا لتأمين الحدود كذلك أيضا لمنع تهريب السلاح وكذلك أيضا حتى في ما يخص مسألة الهجرة وأيضا تأمين النفط المبادرة بشكل عام هنا في ليبيا وما رأينا في العاصمة طرابلوس من تجمع من قادة مجموعات مسلحة من الشرق والغرب هي تعكس ربما ترحيب ورغبة من الأطراف الليبية بشكل تام في توحيد المؤسسة العسكرية ولكن السؤال الآن هو كيف سوف يتم ترجمة هذه الاتفاقات التي تمت إلى أن تتم توحيد المؤسسة العسكرية بشكل فعلي في ليبيا شكرا لك مراسلنا إبراهيم العبدالي